صباح الخير او مساء الخير يا برج الهوت. فهنبدأ ببرج الهوت القراءة العاطفية. وان شاء الله خير بازن الله ان شاء الله باية. تعب نشوف الطاقة العامة لبرج الهوت وللشريك كمان. ده بحبك قوي. بحبك قوي قوي يا برج الهوت يعني مش زار. ده عايز عايز بجد يعني. عايز بداية جديدة. عايز بداية حقيقية. بداية بقرار أجهأة. خلا هو شكله كان بيستهبل مسلا. كان بيستهبل. كان بيتلكع معك. كان بيمسلا تقول له ازاي يرد عليها بعد يمين. مسلا يعني. ا blockchain يعني. الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينك وديه ينتهي بقى. بالظبط. احنا بلنا التباعد. وبينكلم بعض في الاحلام. على فكرة هو بيحلم بيك ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على الأخصانة بيض وقالها بقى الكلام ده ممكن يكون بيحلم بيشوفك مثلا في لقطة في الحلم كده فعايز ياني يتبعون ده بقى وفرصة جديدة نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى أنا بدق بجد بدق بجد الشخص ده تقريبا زي ما قلت لك كان مخب مشاعره كان قافل على مشاعره وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق فأنت ازهقت قلت له خلاص يا عم بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى خلاص اهو انا حكمت بالعدل لانا جايلك ولا انت تروح لي وسلام عليكم وعليكم السلام وانا اروح له يشوف لي بقى حد تاني يديه الحب اللي عندي ده بقى مخلاص بقى خلصت صاحة من النوم ملاقش انت مشاعرك زي السام انت ممكن تكون لما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي بس انا هقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا مقبر جلحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيبترنج بقى هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني 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 يسيبني ويمشي واه شفت شفت اه انت تعبان قوي يا برج الحوت تعبك قوي 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 تعبك قوي انت كمان بي انت تشافيت انت تتشافى انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة بس ممكن تكون مثلا رائبته مثلا فلاقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاك طب يا عم انت بتكلمني بتكلمني وبتكلم ناس تانية طب يا سيدي ما تفاهمني حقيقة مشاعرك دي ايه لأ ما بيردش وانت عندك حالية شديد قوي ليه مع انك واخد العشر صيوف بس برج الحوت بقى نعمل في ايه القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شعر ان انت انت الحب الحقيق انت الحب الحقيق ما تخافش انا عارفة ان برج الحوت بينذن جدا على الحاجات اللي ادهال الشخصي مثلا ديته اهتمام ادهال حاجة ما تخافش الكرة في ملعبك انت انتظرته كتير قوي انتظرته يتعدل مرة واثنين وثلاثة قدبت له تنبيهات مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قلت بس كفايا عشر صوف كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع تقول له مع السلامة بقى كفايا فايا بقى انا خدت عشر صوف في الظهر يا اخي وانتظرتك بينهن فيك كفايا بس بينهبينك انت وحشني يعني حرام بقى فانا متفقلة بالكرتين دول لان هو عايز يجي بس هو محتار شوية بس نيته حلوهو نيته حلوهو ده جدة بقى هقولك بحبك بجد والله مش هقولك الكلمة اللي اقولها بقى واخيرة كاف تبقى بفتيك لا 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 هي بحبك ليه بحبك طب هو شايفك ازاي شايفك هو شايفك عرض بس بس عرض هو مش حوار كبير ولا زوار بس هو شايفك فرصة تمام فرصة انت فرصة فرصة حلوه بكل النواحي بقى انت فرصة حلوه فرصة شكلا فرصة شايفك انت شخص يعني جذب جدا وانت كنت مقدم له عرض حلوه اوي يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله عرض صادق مش اللي هو اي كلام بس عرضك كان صغير يعني اللي هو كنت اداخل اه بس مش اوي كنت اش داخل معه قوي بس وليبري يعني انت برضو شخص جذب اوي شايفك فرصة 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 حلوة فرصة مش اي كلام يعني في المقابل انت شايفه الكنج اوف سوردوس تقى الهوائية غلبة اوي هو المائية برضه الكنج اوف سوردوس شخص زي ما قلتلك جامد في المشاعر اوي بيخب مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس ان هو انا اسفف الكلمة غبي يلا غبي غبي في تصرفات ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات ممكن يرافع سيفه على اي حاجة اي حاجة رفع سيفه يعني ايه عمي طب ما تاخد لها ما بخدش ودي طب لي انا عملت لك ايه لا ما بخدش ودي انت شايف ان هو جامد المشاعر ده سوى مش جامد المشاعر يا برجل حوت الظاهر والله اعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان الشخص ده كان عنده ازمة وبيحله ده كان سبب التباعد ان هو كان عنده ازمة والازمة دي كانت نخليها كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلاسية وهيتخلص من الطرف التالت ويجيلك هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه يعني اروح لده ولا اروح لده وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت انت بقى تعمل ايه ايه الفرصة ايه ايه مش الفرصة ايه اللي بيفكر يعمله هو 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 ندمان جدا قوي ندمان لدرجة انت متتخيلهاش وانا عارف ان فيه ناس تقول لي لا 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 ده عمره مبقى ندمان مش بيبين بص انت شايفه ازاي دي اللي انت شايفه ده حقيقي هو ده اللي بيزهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا بقصر معي ولا ولا ايه حاجة الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي ممكن يكون حيرجع بس هيرجع وهو مخزور ومكسوف منك لان انت مقابله بلابرز انت بتحبه وبالحوت قوي بس انا شايف اقولها لك ازاي ده يلا فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا عامل ايه ازايك مسلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص نخبي نخبي المشاعره فهو هو ممكن يرجع ولكن هيرجع اللي هو مش مش الرجوعه اللي هو ايه مسلا يلا يلا نجاوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لا هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتلمت ايه لانه الشخص ده شكله اا عنده كبناء عالي قوي قوي يعني مش هزار ويحبش حد يجرحه ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صحة اه بالزبط اهو شوف الكارتة التالت كانت علاقة سلسية كانت علاقة سلسية زي اللي انا قلت بزبط فيه قرار هو خده الشخص ده ياما اختار طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تبين لي ان الطرف ده ايه كلام وينها العلاقة دي كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما شايفت ان انت ممكن بص بقى ركز معي من البيج اوف بانتكلز للكينج انت البرينس شوف انا لفقت انا لفقت على كم واحدة ورجعت لك انسي في الاخر انا شفت كم رجل ورجعت لك انت في الاخر فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده عشان ما تستغربش مش هيقول مشاعر خالص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النور عامل ايه او عامل ايه ما تعرفش نعمل ايه اصل الفوتا السعارة عمالها تعيد والفوتا الكبيرة الام مش لايه بس هو قد اللي هيقوله انه ما متتوقعش ادخل يقولك انا بحبك لانه بص اي كلمة هيجل هيطير لانه يعني مش عارف يوري وشه منك انت انت شاكله معه طعمك عشر طعنات هو عارف هو عامل ايه كويس اوي عارف هو عامل ايه كويس اوي وعارف انه كان مدايع فرصة من ايده بس انت بقى مش هتسكت انت هتقوله انت انت لسه تعطين ده متعيط يلا يا عام يلا عام انا بحبك زي لافرز انت هتبين له مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايه دعنا نشوف كده بس برب الحوت هو وحشك اوي يا برب الحوت وانت هتفرح بيه قوي بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك وتعال نصلح العلاقة اه انت اش معقول يا برب الحوت كده وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سبعة وانت هتقوله انا هشفيك انا هخليك تتشافي الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان تعبان قوي انا غلط انا عادف انا غلط حتقوله ولا يهمك ممكن تتعبو بص ممكن في الاول تعمله الوش ده ممكن تعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا اول هو اهلا مسهلا تفضل تفضل اهلا بيك يا اخوي اهل اهل تفضل اه ها ها خدت ايه ها خدت ايه من انت روحت لها وكده مسلا ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايزش فيه في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه لتوقم روحك ما تجدبش على نفسك بقى ما تجدبش على نفسك اكتر من كده اهو انت جواك دي خطوتك خطوتك ان انت ترجع له تاني لان انت شايفه الاستقرار هو شايفك الكنج او بانتكيلز وانت شايفه العشر كوبات احنا متفقين انت متفقين ده رجوع لا محال دي خطوتك اللي هو ايز اخدها لو هو اخدت الخطوة دي انت هتاخد الخطوة دي ماخدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي بس بكل بساطة طيب بص بقى هو الان من ايه اللي قالقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جيت مثلا وقدمت عرض اللي ممكن يحصل بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض عشان كده مش عارف يوري وشه منك خايف يرجع مع انك دي تحبه بس او خايف يرجع عمل بلاوي شخص ده عمل بلاوي ايا كان ان العمل بصوة عمل بلاوي باقود ان يزبالك فخايف يقدم عرض شخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم عشان ده او زي ما قلتلك هتصده جامد هيجري هيجري فخايف يروح يقدم لك عرضه ترفضه يزعل بقى هو يزعل دايق بقى انت عندك عروض تانية على فكرة بس انت كنت منتظر عرضه وكنت منتظره ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها يعني هي هتقبل هتقبل مني من هي ترجعني يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه بتعمل فينا ده كله هيقبل يكلمني مرة تانية او خايف كده مثل انت شايف عكس كده الجاحية غريبة يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي يعني ايه ده فيه ايه على فكرة ممكن تكون العلاقة السوري الكرارة عكسية وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان بس ايه ما اعتقدش ان انت اللي ندمان ما اعتقدش يا برج الحوت برج الحوت ما بيندبش على اي حاجة سابها عموما يعني ده طلعت لك مقلوبة وده كمان مقلوبة يعني الورق انا عدلية لا مش عدلية تخيل يلا جات مقلوبة وكويس ان هما جون مقلوبين شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت ازاي خدت الورق مبسطش فيه وكرتك هنا كمان بص يا برج الحوت دي من عنده ربنا على الاسمش هتكلم تاني شخص ده كان بيتلاعب بك مش في الاول مش بيتلاعب كان بيتملص منك تجي تقوله ازاك عامل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام عامل الحمد لله كويس كان كل ما تقرب منه ايبات اقرب ايبات لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة تتكلمه تلقيه ويتنجي مع واحدة مثلا تكلمه هتلاقيها مثلا عملا لايك لواحد مثلا اي حاجة المرة دي عايز يجيلك بعرض عرض حقيقي عرض مش هجدب عرض كل حب انا حسبي امتك انا مش هجري منك تاني انا بحبك من الاخر انا عايزة اشيب بقى اللي حصلي شخص ده يا اما هي حاجة من حال تاني يا اما هو فعنسبته بعضه هو اكتشف امتك يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية والطرف التالث بالمعنى الاضطي كده مش هايزة اقول الكلمة على اوه بس هو خد السبونة طيب اللي انفرحني في الليلة دي مع انك انت هو خايف منك ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشعر لو انتوا رجعتوا البعض ان في شوية الكاف في الاول الحركات دي كلها فهتبقى علاقة جميلة امي مش عراقة سلسية هتبقى عدى في احتفال هتحتفلوا مقلوبة دي ولا ايه لا سري اوف كابس هتحتفلوا ممكن ممكن اه ده ممكن يقول لك ايه ناعز اتجاوزك يلا يا عم يلا يا عم نتجاوز يا عم انا خلصت خلاص شخص ده عايز اتجاوز على فكرة شخص ده عايز يتجاوز لان اه ايوة بقى هو ده هو ده هو ده الكلام اللي يفرح الشخص ده عايز ينهي الماضي نقفل صبحة قديمة بقى اقفل بقى يا برب الحوت بقى اقفل وركز معايا كده ركز ده انا توقم روحك يا عم دي العلاقة هي دي انا 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 شايفك لو انت واحدة شايفك والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت اكتشف ان انت بص بص الورقة بتكلم والله اه انتو توقم روح ببطاع بعض يعني مش يظهر الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عارف قلطته طيب لو رجع يا برج الحوت في انتو صار لو رجع تاني انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصعر انا هتفرح بس هال برج الحوت مش عارفة لتطلع ايه اه في حد ما بينمش ممكن يكون هو اه في كاس حب هيتقدم طيب حالي تمام طيب برج الحوت تعدبو بهدوء ولا تكمل في هذه العلاقة اعطاك دي برج الحوت ان انت مفروض ان انت متعدبوش قوي لأ برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى انت جيت لك ملعبي اه انت خايف اه شو قلتلكم انا كنت شك ان في حاجة هتحصل لا 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 ليه كده يا برج الحوت ليه كده ليه الكوين الكوين ليه 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 انت هتديله كلام جميد قبل ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا يحصل مش بقول لك انت يا خي وعشان كده خايف منك بالزبط ومش عايز يوري وشه خالص ده هو بيحسد قلبي الف حساب يجي ولا ماجيش ده انت شال منه بطريقة وعايز انتقل وعندك هواجز انت بتقول في نفسك انت انت بغليب قوي ببنحود انت بتحبه وعايز معاه جواز وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه بس هتحصل خناء هتحصل خناء وهتديله كلامي يعني جامد مش زر اللي هو بص بقى مرفعلك سيفي وجايلك اه انا لا خايفة منك ولا اي انتاش انا مش خايفة منك خالص انا مش خايفة منك خالص